اشتركوا في القناة محمد اليماني ذلك حتى الآن ولماذا هناك عصر حوار له قبل الظهور والسؤال الأبرز هو لماذا يستخدم الإمام المهدي المنتظر النت في نشر دعوته كل هذه التساؤلات سيجيب عليها مجموعة من أنصار الإمام المهدي المنتظر في حلقة اليوم فلنستمع إلى الإجابة على هذا السؤال من الإخوة الأنصار المكرمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله المرسلين من أولهم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين الطاهرين أهلا وسهلا بكم أحبائي في الله في سلسلة تسألون وأنصار الإمام المهدي يجيبون وسأل سائل فقال الإمام المهدي يظهر عند الركن اليماني وليس في الأنترنت فلماذا تصر على الحوار أولا قبل الظهور وسوف نجيب عليكم أحبتي في الله باقتباس من بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والذي كتبه بتاريخ 14.430 هجرية الموافق 24.92009 ميلادية والذي قال فيه أما بالنسبة لقولكم أن المهدي يبايع عند البيت العتيق من قبل التصديق فلدينا سؤال لكم فهل ترون أنه لو يظهر المهدي المنتظر عند البيت العتيق فيقول يا معشر المسلمين إني أنا المهدي المنتظر فبايعوني فهل ترون أنه سوف يأتي إليه الحاضرون في المسجد الحرام فيقولون بايعناك فلطالما أنتظرنا ظهورك في المسجد الحرام على أحر من الجمر لكي نبايعك بل والله إنكم أنتم الكاذبين فلو ظهرنا للمبايع من قبل التصديق عند البيت العتيق فإنكم لن تبايعونني أبدا ولا حتى مسلما واحد لأن هذا مخالف للعقل والمنطق ولهم الحق أن لا يبايعونه فما يدريهم أنه المهدي المنتظر فحتما يجب أن تكون دعوته للحوار من قبل الظهور ومن بعد التصديق يظهر لكم عند البيت العتيق وهذا هو حكم العقل والمنطق ولكنكم لا تعقلون ولا تتفكرون كيف يظهر لكم للمبايع فما يدريكم هل هو المهدي المنتظر أم كذاب أشر برغم أنه لو يظهر للمبايع حسب زعمكم في المسجد الحرام فحتما سيرقون القبض عليه مباشرة ولربما يرفسه بنعالهم أمن المسجد الحرام ألا والله أن لهم الحق أن يرفسوه بنعالهم رفثا لأنه لو كان المهدي المنتظر الحق لما ظهر للمبايع من قبل التصديق بل المهدي المنتظر الحق يدعو البشر للحوار في عصر الظهور ومن بعد التصديق يظهر لهم عند البيت العتيق وهم قد عرفوا صورته الحق وقد علموا بسلطان علمه عبر وسيلة الحوار العالمية فبمجرد ما يظهر لهم من بعد التصديق عند البيت العتيق يخروا له ساجدين وليس سجود الجبين بل تخضع له الأعناق سجودا لأمر الله أن يطيعوا خليفة ربهم فيقعوا له ساجدين وذلك يوم البيعة العامة للمسلمين والناس أجمعين وأما البيعة الخاصة في طاولة الحوار فهي للأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور فمنهم نختار بإذن الله الوزراء المكرمين يوم نناديهم بأسمائهم عند المسجد الحرام على مسمع من البشر جميعا من الذين شدوا أزري فقد أشركهم الله في أمري وجعلهم من وزراء المهدي المنتظر وجعلهم من ولاتنا على دول البشر ليأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن لو صدقني المسلمون جميعا أو حتى هيئة كبار العلماء لما قلنا لهم بايعوني في طاولة الحوار في الكمبيوتر بل سوف أظهر مباشرة من بعد التصديق عند البيت العتيق وإنما البيعة في الكمبيوتر في طاولة الحوار خاصة للأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور ومن بعد التصديق أظهر للمسلمين والناس أجمعين في الموقع المقرر لظهور المهدي المنتظر للبيعة العامة فلا تكونوا من الجاهلين ولي سؤال تكرر في هذا البيان في أوله وأكرره في آخره ونقتبس من أول البيان مرة أخرى وأما بالنسبة لقولكم أن المهدي يبايع عند البيت العتيق من قبل التصديق فلدينا سؤال لكم فهل ترون أنه لو يظهر المهدي المنتظر عند البيت العتيق فيقول يا معشر المسلمين إني أنا المهدي المنتظر فبايعوني فهل ترون أنه سوف يأتي إليه الحاضرون في المسجد الحرام فيقولون بايعناك فلطالما انتظرنا ظهورك في المسجد الحرام على أحر من الجمر لكي نبايعك فهل هذا منطقي يا أولي الألباب وها أنا أفتي أمن المسجد الحرام أنه إذا ظهر لهم رجل في المسجد الحرام يقول لهم أنه المهدي المنتظر ويريد المبايع أن يرفسوه بن على أقدامهم رفسا حتى يخرجوا منه مس الشيطان الرجيم الذي يتخبطه واتبع وسوسة الشيطان بغير علم نظرا لأنه كذاب أشر وليس المهدي المنتظر الحق الذي يعلم كيف يكون ظهوره ومتى يبدأ حواره ويخاطب المسلمين بالعقل والمنطق ويدعوهم عبر طاولة الحوار العالمية وسيلة الحوار الحق بغذر مقدور في الكتاب المسطور ويستطيع جميع مفتي الديار الإسلامية وهم في مساكنهم أن يحضروا إلى طاولة الحوار بكل يسر وسهولة وليس عليه إلا أن يفتح جهاز الكمبيوتر فيكتب موقع ناصر محمد اليماني ثم يحضر إليها الباحث طاولة الحوار العالمية موقع الإمام ناصر محمد اليماني ثم يقوم بالتسجيل فيحاج المهدي المنتظر بعلم وسلطان حتى يرجمه المهدي المنتظر بالحق فيثبت برهان ما يدعيه ولكل دعوى برهان أو يرجم المهدي المنتظر بعلم أهدى من علمه وأحسن تأويله ثم يتبين للناس أنه كذاب أشر وليس المهدي المنتظر أليس تلبية هذا الحوار بيسير دونما السفر والترحال إلى المهدي المنتظر الذي يطلب الحوار لأنهم لا ولن يجيبوا دعواه أبدا بالسفر والترحال إليه لو يحدد لهم موقعه فيطلبهم للحوار لما حضروا إليه أبدا وحتى لو حضر علماء المسلمين جميعا فأي دار سوف يتسع للحوار أفلا تعقلون بل هذه الوسيلة هي بقدر مغدور في الكتاب المصطور وهي أيسر وسيلة وأسهر وسيلة وأفضل وسيرة للحوار بل حتى ولو تحقق شراء المهدي المنتظر للقناة الفضائية فإنما هي لتبليغ خافة البشر بالبيان الحق للذكر فقط بالصوت والصورة وأما الحوار فما يصح له إلا موقع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بالإنترنت العالمية أم أنكم تحرمونها على المهدي المنتظر لدعوة البشر بالبيان الحق للذكر وتحلونها فقط للفسق والفجور ومقازلة البنات لاتباع الشهوات فتجعلون نعمة الله عليكم نظمة فهل هذا هو شكر الله على هذه النعمة الكبرى أفلا تتقون ويا قوم إنما نخاطبكم بالعقل والمنطق فانظروا هل ما نقوله لكم هو حقا كلام العقل والمنطق ويقبله العقل والمنطق رغم أنوفكم فإنها لا تعمل أبصار إذا استخدمتم عقولكم فحقا تفتيكم بالعقل والمنطق ولكن للأسف إنكم لا تعقلون يا معشر المنكرون لأنكم أصلا لم تستخدموا عقولكم برغم أن رواية البيعة العامة عند البيت العتيق حق ولكن أفلا فكرتم فكيف يظهر للبيعة من قبل الحوار والتصديق فمن ذا الذي سوف يبايعه ولم يعلم علم اليقين أنه المهدي المنتظر حق من رب العالمين وليس كذاب أشر أم أنه سوف يقنع الحاضرين بكلمتين عند الكعبة ثم يقوموا بمبايعته أفلا تعقلون فاستفتوا عقولكم وسوف تفتيكم فتقول لكم لا ينبقي للمهدي المنتظر الحق أن يظهر للمبايعة عند البيت العتيق من قبل الحوار والتصديق بل لا بد أن يأتي زمن الحوار من قبل الظهور ومن بعد التصديق يظهر المهدي المنتظر في المسجد الحرام فيلقى الإجلال والتقدير الكبير وضيفا ذو مقام كبير لدى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبة ولكن لو أتبع المهدي المنتظر الحق أهواءكم وظهر المبايعة في المسجد الحرام من قبل الحوار والتصديق لدى اسمني بالقناطر ولن يدافع الله عني حتى ولو كنت المهدي المنتظر الحق لو اتبعت أهواءكم تصديقا لقول الله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم ولكن هيهات هيهات فلستب مجنون ولن أتبع الذين لا يعقلون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الداعي لحوار من قبل الظهور ومن بعد التصديق يظهر عند البيت العفيق المهدي المنتظر الحق الإمام ناصر محمد اليماني كان هذا اقتباس من بيان الإمام المهدي والذي قرأه عليكم أحد أنصاره إلى الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا أعرفه عليكم والحمد للرينات شكرا